موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكلام نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها موسيقى تساقطات مطرية هامة تشهد عدد من مناطق المملكة أعلىها سجل بكل من طنجة وشفشاون والمديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع استمرار التقسي المطير إلى غاية الغد مع تساقط الثلوج بمرتفاعات الأطلسين المتوسط والكبير موسيقى بالأرقام المندوبية السمية لتخطيط تثير إشكالية التفاوتات الأجارية بين النساء والرجال في المجالين الحضر والقروي نسبة النساء تمثل أزيد من 32% من مجموع الأجراء بالوسط الحضرية موسيقى بجامعة الأخوين بإفران انطلاقوا البرنامج الأكاديمي لتعرف بالهوية والثقافة المغربية في الأوساط الجامعية استكشاف لنبضات إبداع يمتح من الأصالة موسيقى ورمضان على الأولى انتاجات كوميدية تجمع بين الإثارة والتشويق بمشاركة نجوم السينما المغربية أحداث درامية في قوالب كوميدية وقضايا اجتماعية مختلفة موسيقى أهلا بكم اليوم غادرت السيدة الأولى للكوديفور السيدة دومينيكواتر المغرب في ختام زيارة عمل للمملكة ولدى مغادرتها مطار ريبات سلا استعرضت السيدة الأولى للكوديفور تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم لسلام عليها والجهة ريبات سلا القنيترة وكانت السيدة الأولى للكوديفور قد حلت يوم الثلاثاء الماضي بالمغرب في زيارة عمل في إطار إطلاق المرحلة الثانية من الحملة الإفوارية متحدون نسمع بشكل أفضل التي تهدف إلى تمكين الأطفال الأفارق المعوزين من استعادة حاسة السمع وتميزت هذه الزيارة بإطلاق برنامج الكشف عن الصمم لدى حديثية الولادة بجهة ريبات سلا القنيترة وتدشين مركز التشخيص والتأهيل السمعي التابع لمؤسسة للا أسماء أمطار الخير شهدتها مختلف مناطق المملكة خلال 24 ساعة الماضية وأعلى المقاييس سجلة بمدينة طنجة بـ 75 مليمتر 65 مليمتر بشفشاون 30 مليمتر بتتوان 24 مليمتر بالجديدة 17 مليمتر بالعرائش 12 مليمتر بالرباط وسلا 11 مليمتر بالقنيترة و8 مليمترات بإفران والدار البيضاء وبنسليمان وتسقطات مطارية قوية يشهدها إقليم شفشاون منذ الساعة الأولى لهذا اليوم بلغت مقاييسها 65 مليمتر روبرتاج فرن شاكر العلوي وعبدالعلي جنوني إقليم شفشاون وتسقطات مطارية غزيرة ومتواصلة ساهمت في عودة المياه بكثافة لمنطقة رسلما ومختلف أودية الإقليم في إشارة لخير من شأن الأمطار أن تخلفه به طولها على مقربة من حلول فصل الربيع وهو ما تؤكده الساكنة التي أسعدتها قطرات المطر في فترة كان الجميع ينتظرها بأمل في تحسن الوضعية المائية ببلادنا راس الماء في شفشاون هي الماء هي صمرة سياحية صمرة فلاحية صمرة تقدر الإنسان ينعيش القلب ببعا أمطار كفيفة تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع بشفشاون لم تثني محبيا الجوهر الزرقاء عن زيارتها بل شكلت دافعا لتأكيد الزيارة وتوفيق لحظات ومناظر خلابة لشفشاون تحت المطر فلسحر الماء روح يمنحها للصورة استثناءا وفي وجود تساقطات استثنائية أيضا احنا متقون وجناه جناه جناه الحل فنها راعدة عبلاك جناه 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 لفرد من عشا ونها راعدة طورات وضي مفزاف احنا طبعا عندنا العادة أننا كنتلعوا كل مدة هنا كل شهر كل شهرين مع الأصدقاء ولا العائلة واليوم وخا كانت الصراحة شوية شتودك شي قلنا نجي ونجربوها في هذه الأجواء هذه ما مول في شي كنشفها هيدا وانا اليوم فرحان كأنني مصورة خرجت نصور هذه الأجواء المزيونة اللي هنا في رأس للماء وفي مدينة شفشاون بالضبط بحسب مديرية الأرصاد الجوية من المنتظر أن تعرف شفشاون تساقطات مطرية مهمة تصل إلى 110 مليمترات مما سيكون له الأفر الكبير على الموارد المائية بالمنطقة وتحسن مردودية الموسم الفلاحي والزراعات المرتقبة خلال هذه الفترة واليوم وغدا تتوقع المدير العام للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية نزول تساقطات مطرية تتراوح مقيسها ما بين 30 و110 مليمترات في عدد من مناطق المملكة كما تتوقع هبوب رياح قوية ستتراوح سرعتها ما بين 75 و100 كم في الساعة وتساقطات ثلجية بمرتفعات الأطلس المتوسط والكبير وعقب هذه النشرة الإنذارية أهبت وزارة التجهيز والماء بمستعمل الطرق وطرق السيارة إلى توخي الحيطة والحضر والمزيد من المعلومات يرجع الاتصال بمركز الديمومة بالمديرية العامة للطرق عبر الرقم الهاتفي ومركز الاتصال للطرق السيارة الظاهرين على الشاشة ومن الضار البيضاء ينضم إلينا اللحظة السيد حسين يعابد مسؤول التواصل بالمديرية العامة للرصادي الجوية مساء الخير سيد يعابد مساء الخير مساء الخير أتغنىك بداية سي يعابد أنك تقربنا من أحوال تقس في بلدنا وشهد تساقطات المطرية والتلجية ستتواصل الأسبوع المقبل وشنو هي المناطق التي معنية بهذا التقس فالنوى لله الحمد خلال 24 ساعة الأخيرة همى وحب طيرا بجو جديد دم البلدنا وعطانا أمطار اللي همت خصوصا المناطق الشمالية ووصلت بكيفية متفاوتة في المناطق الوسطى للبلاد بعد المناطق الشرقية كيف أشارتم أعلى المقايز حد الآن 75 مليمتر سجد بطنجة كذلك 65 بشفشاون 30 بطيطان 24 بجديدة وكذلك 17 بالعريش 12 بطيط سالة 11 قنيط راب ضل بيضاء وإفران 8 مليمترات وكذلك حتل هذا الاطراب الجوي كذلك السبب دياله وامتداد منخفض جوي اللي كيهم شبل جزيرة الإيبيرية بصحوب بكتل هوائية باردة في الأجواء العليا وهذا الامتداد دياله جعل أن هذا الاطراب جوي كيهمنا وغادي ستمر بحول الله خلال الليلة المقبلة بحول الله وكذلك يوم غادي بحول الله وكذلك سجلت بعد الهبات الرياح اللي وصلت أكثر من 100 جميل مليمتر 100 جميل مليمتر كيلومتر في ساعة اللي كانت في المناطق ديالة تيطوان 89 بالنظور سيس سجلات قريبا 78 كيلومتر في ساعة بالنسبة لتوقع هذه الليلة بحول الله مرتقب أن تصامر الأمطار خصوصا بشمال البلاد السهل الأطلسية ممتدة بين تنجحة السويرة المناطق ديال الريف سيس حتى المناطق الشرقية وشمالية الشرقية للبلاد يرتقب كذلك أن تهم تساقط الثالجية قيمة ديال المرتفعة سواء الأطلس الكبير والمتوسط والريف تقريبا المناطق اللي كانت جاوز 1700 متر بعض الأمطار القوية كيف شارتهم غاد يتهم خصوصا المناطق ديالشفشاوان كذلك شمال غرب البلاد وبعض المناطق ديال السيس وستستمر احتهاد الهبات الرياح القوية خلال الليلة القديمة ويوم غدا بحول الله يوم غدا الأمطار متبقية ما زالت ستهم المناطق الشمالية وبعض المناطق الشرقية مرتفعة الأطلس بالإضافة إلى بعد تساقط التلجية ما زال متبقية خصوصا صباحا يوم غدين بحول الله يوم الاثنين ستستقر الأجواء تدريجيا اللهم بعد الأمطار المتبقية ما زالت ستهم أقصى شمال البلاد خصوصا من المناطق ديال طانجة اللوكوس الواجهة المتوسطية شمال شرق البلاد وغادي كل أجواء باردة خلال الليل خصوصا بالمناطق الجبالية مناطق ريال الغريف ابتداء من يوم الاثنين بحول الله يعني قريبا بداية الأسبوع سيستقر تقص تدريجيا في مجموعة أرجاء البلاد اللهم ما كيف يبقوا لنا نهار اثنين في أقصى شمال البلاد اللي فيه بعد التساقطات المطارية سيد حسينيو عبد مسؤول التواصل بالمديري العامة للأنصاد الجوية شكرا لك على كل هذه التوضيحات كنت معنا مباشرة من نظاري البيضاء الاحتفال بالمرأة في يومها العالمي يتواصل من سلا حيث انعقد اجتماعه للمكتب الدائم للاتحاد النسائي العربي العام الذي يرأس الاتحاد الوطني لنساء المغرب أمانته العامة منذ نوامبر الماضي في المتابعة لطيفة بن حليمة والمهدي الشتيبي المكتب الدائم للاتحاد النساء العربي العام يعقد هذا الاجتماع بالمغرب حضوريا وعن بعد بعد انتخاب الاتحاد الوطني لنساء المغرب على رأس أمانته العامة لولاية تانية تمتد من السنة الحالية إلى سنة 2026 اجتماع خصص لاستعراض تجارب الفضلة لتمكين المرأة والنهوض بحقوقها وتبادلها من قبل تمثيليات الاتحاد بالدول العربية وكانت الإشادة خلال هذا اللقاء بمختلف مبادرات وبرامج الاتحاد الوطني لنساء المغرب برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لصالح النهوض بوضعية الفتاة والمرأة وصيانة حقوقها وفي مقدمتها أكاديمية تمكين التي تهدف إلى تحقيق تكافؤ الفرص في الولوج إلى المعرفة بالنسبة للفتيات والنساء بجمع جهات المملكة واللواتي لم يتمكن من الولوج إلى التعليم أو تعذر عليهن الحصول على شهادات كما حضيت بالإشادة مبادرة مفتاح الكرمة التي تسعى إلى مساعدة النساء والفتيات ضحايا العنف والاعتداء على اقتناء سكن يستعدن به كرمة العيش وحضي بالاهتمام في الاجتماعي أيضا مشروع دوار التمكين الذي يتوخى تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المجال القروي عبر تطوير روح الرياضة لديهن من خلال التكوين والتدريب والمواكبة لخلق مقاولات صغرى وتعونيات وتجويد منتجاتها وكان الاتحاد الوطني لنساء المغرب قد انتخب على رأس الأمانة العامة للاتحاد النساء العربي العام في المؤتمر الثاني عشر لمكتبه الدائم في نوفمبر الماضي بمدينة سلا بحضور مشاركات من 20 دولة عربية أجمعا على اختيار الاتحاد الوطني لنساء المغرب لما أبان عنه من خبرة في قيادة المشاريع التنموية التي تستهدف تمكين المرأة وإدماجها الاجتماعي وقد أكد الاتحاد عبر احتضان مؤتمره بالمغرب على أهمية ترصيخ علاقة التعاون القائمة بين الاتحاد الوطني لنساء المغرب والمنظمات النسائية على المستوى العربي وتعزيز التواصل والتعاون مع مختلف المنظمات العربية والإقليمية بهدف تتمين الممارسات الفضلة وتبادل الخبرات في مجالات تتعلق بالتمكين الاقتصاد والاجتماعي للمرأة وتعزيز قدراتها للمساهمة في التنمية ومنهضة كل أشكال تمييز والعنف ضدها وفي اليوم العالمي للمرأة نستعرض واقع التمثيلية المنخفضة للمرأة بين المأجورين بلغة الأرقام تبلغ نسبة النساء ما يزيد عن 32% من مجموع الأجراء في الوسط الحضري مقابل 67.8% بالنسبة للرجال معطيات أوفة مع المهدي محب في هذه الشاشة التفاعلية أهلا بكم مذكرة إخبارية صادرة عن المندوبية السامية التخطيط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل بهذا العام تحت شعار الاستثمار لصالح المرأة تسريع الوتيرة أفادت هذه المذكرة بأن متوسط الأجر يقدر بـ 3400 درهم بالنسبة للرجال مقابل 2800 درهم بالنسبة للنساء أي فجوة تبلغ 20% لصالح الرجال المصدر نفسه أوضح أن متوسط الأجر الشهري بلغ 3800 درهم لكل أجير على المستوى الوطني مع فارق ملحوظ بين المناطق الحضرية والقروية حيث بلغ على التوالي 4500 درهم بالنسبة للمناطق الحضرية و200 درهم بالنسبة للمناطق القروية بالنسبة للأجراء الحضريين الذين تتراوح عمرهم بين 18 و60 سنة يبلغ متوسط أجور الرجال 4900 درهم وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بمتوسط أجور النساء الذي يبلغ 3900 درهم المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط أشارت إلى أن نسبة النساء التي تتراوح عمرهم بين 18 و60 سنة تمثل 32.2 من مجموع الأجراء في الوسط الحضري وتظل هذه النسبة أقل من تلك المسجلة لدى الرجال والتي بلغت 67.8 أي من بين 31 أجيرا هناك 10 نساء و21 رجلا المندوبية السامية للتخطيط أوردت في مذكرتها الإخبارية كان التمثيلية المنخفضة للمرأة بين المأجورين تعزى إلى انخفاض مشاركتها في الحياة العملية فبالإضافة إلى كون معدل نشاط النساء أقل بكثير من معدل نشاط الرجال يعرف هذا المعدل انخفاضا مستمرا على مرة السنين حيث انتقل من 30.4 سنة 1999 إلى 21.5 سنة 2019 ونستفيد أكثر في هذا الموضوع مع سيد علي الغنبوريا الخبير والمحلل الاقتصادي مساء الخير مساء النور بداية كما تبعنا المعطية الحديثة الصادرة عن مندوبية السامية التخطيط تكشف عن استمرار الفوارق بين الجنسين في مجال العمل خاصة في مجال في ما يتعلق بالأجور في هذا السياق أسألكم ما هي العوامل التي تعتقد أنها تسهم في استمرار هذه الفجوة أكيد هناك مجموعة من العوامل ولكن قبل التطرق لهذه العوامل سننشيره بأنه كان واحدة دينامية كبيرة فيما يتعلق بالأوراش الموجهة نحو النساء ونحو المرأة وهي أوراش غيرات من المكانة المرأة داخل المجتمع وطعت واحدة زخم فيما يتعلق بمسألة الحقوقية فيما يتعلق مجموعة من الأشياء فيما يتعلق بوضعية المرأة ولكن عكاس الاقتصادي لهذه الإصلاحات الكبرى التي عرفها المغرب فيما يتعلق بمرأة للأسف كان فيه نوع من الاختلال فيما يتعلق بالوضعية الاقتصادية دينامرة لأن التقرير الذي جابته المندوبية السامية تخطيت فيه واحدة ثلاثة المؤشرات التي يجد مهمة أولا المؤشر متعلق بانخفاض نسبة الناشاط ديناميساء لأننا تندوي على واحد انخفاض من 30% ما يفوق 30% في سنة 1999 حتى وصلنا الـ 21.3% في 2019 اليوم في 2023 في الإحصائية الأخيرة دي المندوبية السامية احنا في 19% كذلك بين واحد المشكلة آخر اللي هو متعلق بالفجاوات فيما يتعلق بالأجور دي النساء ودي الرجال تنتكلموا على مستوى وزور على المستوى الوطني دي الـ 3400 درهم بالنسبة للرجال و2800 درهم بالنسبة للنساء هو ما يشكل 21% فيما يتعلق بهذا الفجوة كذلك الرقم المهم فيما يتعلق بالوضعية دي النساء خاصة داخل المجال دي الشغل ودي التشغيل هو أن النسبة البيطالة في سنة 2023 في صفوف النساء فقط 18% اللي كتلقى كمستوى مستوى أعلى العوامل هي عوامل متعددة هي عوامل أولا مرتبطة بالنسق الاقتصادي المغربي ما ننسوش إحنا اليوم في إطار تنزيل دي التوجوهات دي النموذج النموذج الجديد اللي بناء على واحد تحليل عميق درناه فيما يتعلق بالنموذج السابق لأن النموذج النموذج السابق كنا داخل المغرب تنديروا واحد المجهودات الاقتصادية اللي هي كبيرة كنا كنديروا 30% من ناتج الداخل الخام دي لنا تنخصوا على الاستثمار ولكن للأسف العائدات دي لها فيما يتعلق بالتوازن الاقتصادي داخل والجتماعي داخل البلد كان في واحد النوع من الاختلاع اعطانا تفاوتات مجالية اعطانا كذلك تركوز دي التنمية في محور دي الطانجة الجديدة وعطانا كذلك فيما يتعلق بالتدهور دي المؤشرات المتعلقة بالإدماج الاقتصادي دي المرأة لهذا اليوم وتحت الإشتراف دي صاحب الجلالة وتحت الرعاية السامية دي صاحب الجلالة وتوجيه الدير صاحب الجلالة مشينا في إطار أن ننزلوا واحد النموذج تنمو الجديد هذا النموذج تنمو الجديد من أبرز توجهات دياله وأبرز الالتزامات دياله والرفع نسبة النشاط ديال النساء من 21% أن هون ديوال 45% في أفق 2030 باش نضمنوا واحد التوازن واحد النوع من التوازن المجتمع لأنه ما يمكنش لنا اليوم نحقق التنمية بدون الاستفادة من المعتق الديمغرافي أو للمتياز الديمغرافي لأن اليوم المغرب عنده واحد المتياز الديمغرافي كيوفر له واحد المجموعة الموارد البشرية اللي يتمكنوا أنه ينجح لمسلسلة النموذج هذا المتياز الديمغرافي ما غادش يكون دائم عنده واحد الوقت اللي غد تقلب الهارام السكاني اليوم النساء هم 51% من الهارام السكاني وبتالي اليوم إدماج النساء ومشاركة النساء في الحياة الاقتصادية وفي الحياة الانتاجية اليوم في المغرب وفي المصار التنموي ككل ما بقى تشغطيها وإنما هي ضرورة اليوم إلا بغينا نحقق واحد التنمية واحد التطور وننجح الناموذج التنموي الجديد ديانا يجب أن نرفع من نسبة النشاط للنساء ويجب كذلك أن نذهب في إطار إزالة كل هذه المؤشرات اللي اليوم تتحدث عليها البندوبية السامية للتخطي قبل أن تتكلم عن الإجراءات أنا بغيت أن نرجع معك لأحد النقطة اللي تكلمت عليها اللي هي التأثيرات هنا بغيت نسولك كيف تأثيرات يعني الاقتصادية والاجتماعية لهاد الفجوة ديال الأجور بين الجنسين أكيد كانت تأثيرات اقتصادية وتأثيرات اجتماعية اللي هي كبيرة تأثيرات اجتماعية كانت دوي على 51% من النساء هما ديالهارم السكاني هما نساء وبتالي اليوم نحن عندنا نساء اللي هما معيلات ديال الأسار عندنا نساء اليوم اللي هما في قلب المعادلة النموية في قلب المعادلة الاقتصادية ديال المغرب وبتالي أي اختلال فيما يتعلق بالأجور أو لأي تمييز تيطال هذه المسألة ديال الأجور أو للوضعية ديال المرأة ككل في العالم ديالشغل هو كيكون عنده انعكاس اجتماعي مباشر هذا بالإضافة انعكاس الاقتصادي بشيء طبيعي يكون عندنا انعكاس اقتصادي كبير في عدم توازن ما بين الرجال والنساء شيء أكيد وشيء طبيعي انه يكون عندنا واحد اختلال فيما يتعلق بالاستهلاك فيما يتعلق بواحد المجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة اللي قد ضمن لنا الحياة الاقتصادية السالمة طيب أمام هذا شنو الإجراءات اللي يمكن أننا ننتخذه باش نعالجوا هاد الفجوة دي الأجور بين الجنسين وهنا ربما يعني نسلهم ومعض التجارب الممارسة الدولية اللي يعني نشحت في أكيد باش نحدو بعدها كين طبيعة هاد التفاوتات خلصنا نحدو طبيع المصدر ديالها التفاوتات المصدر ديالها التفاوتات كما جاف هاد المذكرة ديال أو المساهمة ديال المندوقية السامية التخطيط من نسبة اليوم العالمي للمرأة هو أنها تدغول بأنها تسعود 70% من هاد تفاوتات المصدر ديالها هو القطع الخاص وبالتالي اليوم أغلب هاد تفاوتات الموجودة فيما يتعلق بالأزور فيما يتعلق بالوضعية ديال المرأة ككل هي موجودة في القطع الخاص بالتالي اليوم اللي تبلينا المصدر تبلينا واحد مجموعة مشتورات اليوم اليوم ممكن أنه نمشي في إطار برامج حكومية ديال إنعاش تشغيل ممكن نمشيو كذلك في إطار برامج الحقيقية وواقية فيما يتعلق بالمراقبة فيما يتعلق لأن اليوم القوانين واضحة فيما يتعلق بالشغل وفيما يتعلق بالشغيل ما فيهاش تمييز ما فيهاش واحد مجموعة من الأشياء بتالي اليوم خصيص تطبيق دياله خصنا برامج ليه يتحفيزي المقاولات المغربية كما درنا مثلا في الميطاق الجديد دي الاستثمار في المينح المشتركة اللي خصصنا واحد المينح واحد دعم مالي فيما يتعلق بالرفع من نسبة النشاط ديال النساء كذلك فيما يتعلق بالبرامج الإرادية ديالتشغيل او لا فيما يتعلق بالبرامج الجديدة اللي تجيبتها الحكومة سواء فرصة سواء البرنامج الجديد ديالأوراش اللي كان من الممكن أنه نفرضوا قواعد واضحة فيما يتعلق أولا توظيف النساء وفيما يتعلق بالمساواة في الأجور بحكم أنها هي برامج إرادية تتشرف عليها الحكومة كذلك أهم شيء هو نمشيه في التطبيق السليم ديال نموذج النموي الجديد لأن الأهداف ديالنموذج النموي الجديد واضحة فيما يتعلق بوضعية المرأة فيما يتعلق بالرفع من نسبة النشاط في المرأة وفيما يتعلق بالرطيقاء بالوضعية ديال ديال المرأة اليوم في ديال Ioani سيد علي غنبوريا المحلل والخبير الاقتصادي شكرا لكل هذه التوضيحات مرحبا وفي اليوم العالمي للمرأة نتوقف عندما ساري شابة مغربية اختارت كمهنة لها مولدة أو كما نسميها القبلة بحب وقناعة تمارس رسالتها الإنسانية في العالم القروي وبين مسالك الطرق الجبلية الوعرة من الجماعة الترابية محدد نتعرف على إيمان حاجي في البرتري من إعداد زينة أيتلامين أحمد فاضلي وحياة فخري تطوي سيارة الإسعاف الأرض باستعجال تحمل على متنها امرأة حامل تقلها من أحد مداشر الأطلس المنزوية على قمام الجبال فاطمة تتابع حملها بانتظام ربما قد يكون التلق قريبا على يد إيمان المولدة الشعر كيف تقول لديك الثمان؟ تباك الله كنتم تبع معنا الحمالة؟ حمالة كاملة تحاليل أعطني شوتفتالك؟ أحصلت لديك الثمان جيدة لديك الفصلات الثمانة بحكم أنني مرأة وبحكم أنني أم لطفلين وجربت الولادة الطبيعية وجربت الولادة القيصرية بجوج بهم يعني كان نحاول نحسسها بأنني رني حاسب الألم ديالها ورني عارفة الألم ديالها وهذا الألم كنقولها بأنه ما غير يبقاش رأي إذا أخرج البابي ديالك غادي تشوفي البابي ديالك وغادي تفرحي عملت إيمان في عدة مراكز قروية للولادة في ربوح المملكة استقر بها المقام المهني هذه المرة بتمحديد كل ولادة هي تقص ينضح بالأحاسيس بالفرح بالتوتر لمولود يطل على الحياة بصرخة تبشر بولادة جديدة بالمركز الصحي بتمحديد في كل ولادة تعمل المرأة حين كتها تطمئن الحامل تفحص تنصط لنبض الجنين وصحة الأم ووضع الولادة كل شيء على ما يرام سترافق الحاملة إلى دار الأممة ريتما يحين الوضع فالوجع يتلاحق وانقباضات الرحم في تساعد لذا لن تغادر المرأة المركزة ستمكت هنا قريبا من أعين المولدة والمشلفين على الطار كيف ما هي مهنة زوينة هي مهنة صعيبة بزاف فيها الوستخس بزاف وفيها المسؤولية بزاف وفيها الليل وليقار الدنوي وفيها نخليه حياتنا ونخليه تحنا ولداتنا ولكن هذا شيء كله باش نعاونه وباش نزيده بلدنا إن شاء الله القدام كما تعتبر عملها لمسة ناعمة في حياة أمهات يلجأنا لخدماتها الإنسانية فتتجاوز لحظة الولادة إلى التوعية ومواكبة صحة الأم والجنيد حتى تحين ساعة الطلق كما بغى تكون مهنة كما بغى يكون لكوش مو يكون داز صعيب داز كما بغى يكون كنفرحوا كاملين أفوا كنسمعوا الصوت ديال بابي هاي فتاة ما عادية تبقى معكم هنا يا إن شاء الله أنا نرجع عندها إيمان وفاطمة وهدى وغيرهن نساء ينزعن الآلم من نفوس تأتيهن مضطربة خائف أعيها الوجع فيجدنا آذانا وقلوبا وأيدي بيضاء تذهب الوجلة ويستقبلن صرخات الحياة كل يوم كانتصار جديد وعبر ربوع الوطن عديدة هي أشكال تخليد اليوم العالمي للمرأة احتفاءا بإنجازاتها أدوارها وانتظارتها عبد الحبيد جبران عبر ربوع الوطن احتفاء بالمرأة المغربية في عيدها العالمي مناسبة توجد خلالها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كفاءات النسائية المغربية محتفية بمصاراتهن ونجاحاتهن في مختلف المجالات تتويج وحفل الاحتفاء بزميلاتنا الموظفات دي القطاع الانتقال الطاقي وقطاع التنمية المستدامة وكذلك كانت مناسبة لتكريم مجموعة من الكفاءات الوطنية في مجموعة من المجالات غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهات الريباطس للقنيطرة احتفت بدورها بالمرأة المغربية المقاولة المساهمة في دينامية التنمية الاحتصادية كما كرمت الغرفة عددا من النساء المبدعات والمتألحات في ميادين تخصصاتهن هالتكريم كي تعتبر محفز كبير للمرأة المقاولة في المغرب من أجل المتابرة في العمل دياله وان شاء الله علش لا نوصله لأن المرأة تكون قيادية في المقاولات الكبرى في المغرب هذا تكريم في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة ونحن على مشارف تعديل مدونة الأسرة بطبيعة الحال لكتهم جميع نساء المغرب سواء في مجال المقاولة أو جميع المجالات في يوم العالمي المرأة فهي فرصة نقول المرأة المغربية بالخصوص أنت المرأة المعطاءة أنت المرأة المتألقة أنت رمز القوة القوة الناعمة وانت نصف المجتمع والوجه دير المشرق أتمنىك دائما بخير نزيد سعادة باش نحتفلوا ونقوموا بتكريم يعني هاد الشريحة اللي هي النساء اللي عندها دور كبير يعني في الانمية الاقتصادية بسفاعة معه وفي المججة معه وبإقليم سيدي سليمان كان الثامن من مارس فرصة لترسيخ اهتمام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعنصر النسوي نساء طموحات يستفدن من الدعم اللازم لإنجاح مشاريعهن المدرة للدخل أنا فاخورة بنفسي كمرأة قاروية تغير بالنسبة للفاتاة والمرأة القاروية وتنشكر بهذه المناسبة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي قدمت لنا واحد المطاريال باش نقدروا نطوروا في المشروع دينا ونكبروا بمناسبة عيد المرأة تسلمنا جميع الأجهزة والمطاريال دينا اللي تخولونا باش ندخلوا للسوق ديال الشغل وباش نكونوا راسنا ونحققوا الأهداف دينا نحن جد فرحان اليوم بهذا النهار اللي تسلمنا فيها جهيزة دينا واللي يصادف اليوم العالمي للمرأة ونشكره المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تبت اليوم العالمي للمرأة واللي من خلاله تم تسليط الضوء على أهم المجازات لحقتها المرأة بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث تم إنجاز خلال المرحلة الثالثة المنتدة من 2019 إلى 2023 و91 مشروع خاص بالنساء تيطوان عاشت بدورها أجواء الاحتفاء بنساء الإقليم ممن تألقن في عدد من المجالات وخلاله تتويج لمصاراتهن النجحة داخل المملكة وخارجها أتقدم بالتهنئة بمناسبة هذا العيد لجميع النساء العالم وخاصة المرأة المغربية التي استطاعت أن تبرهن على كفاءتها وعلى قدرتها للمساهمته في تنمية جميع القطاعات بهذا التكريم اللي قاديش نشاوح المجموعة النساء إنهم يزيدوا يبتكروا ويزيدوا يستهروا في الميدان ديالهم وخصوصا المرأة القروية اللي أنا يحصل للشرب أنا اللي كان متى المرأة القروية كان هني أي مرأة في العالم وطبعا خصوصا المرأة المغربية لا شيء غير في المغرب ولكن طبعا في العالم كل مرأة اللي كان موجودة في العالم وخصوصا المرأة المغربية الموجودة بهولندا تحتفل عملة تتوان باليوم العالمي للمرأة حيث صلتنا الدوء على دور المبادرة الوطنية لتنمية البشرية في إدماج الاقتصادي لجميع فئة النساء دون أن ننسى النساء في وضعية أعاقة عمالة شفشاون استغلت أيضا المناسبة للتأكيد على مكانة المرأة في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برامج تروم تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للنساء وأسرهن كان هلنا كل النساء العالم وأخص بالذكر المرأة القروية لأن كذفقة هي الحضينة الأولى للتعاونية دي الإقليم شفشاون أنا إكرام مخلوف إعاقة الصم اليوم أنا جيد سعيدة فالحضر هذا من خلال استفتم مبادرة ومن خلاله كنشكر صاحب جلالة لدعمنا باش نتمكن من خلال المبادرة اللي درته هي الحلاقة مناسبة للتذكير بالمكانة المهمة التي تلعبها المرأة في المجتمع وكذلك بالعمل المستمر الذي سقوم به المبادرة الوطنية للتلمية البشرية من أجل الإدماجها اقتصادياً واجتماعياً المجتمع المدني بدوره كان حاضراً بقوة في احتفالات عيد المرأة العالمي الجمعية المغربية للديسليكسيا احتفت أيضاً في سلا بأمهات يكافحن للعناية والاهتمام بأطفالهن في وضعية إعاقة متحديات في ذلك كل العوائق والصعاب الجمعية كانت تعطينا واحد الفرصة باش نكونوا مع وليداتنا ووليداتنا اللي محتاجين بزاف هاد الجمعية اللي بلابها تتكون طرقهم كحلا الحمد لله هي اللي كتنور لهم طرق هي اللي كتقدلهم المصار ديال القرية ديالهم هي اللي كتعطيهم واحد الأمل باش إن شاء الله من هنا القدام حتى هم يكون عندهم فرصة ديال العمل اليوم العالمي للمرأة الذي نحتفل به الآن بشاركة مع مبادرة وطنية تلمية البشرية ومنذوبية التعاون الوطني تكريماً لنساء العالم ككل ونخص بالذكر المرأة المناضلة المقاومة المطابرة المتفانية في عملها وهي المرأة التي لها أطفال في وضعية الديسليكسية والطرابات التعلم بأرفوض كان الاحتفال بعيد المرأة بلغة الإبداع والفن ولأن المرأة المغربية عنوان للعطاء شهد راف فعاليات مدنية نسائية على عملية تشجير للنخيل اليوم المرأة العالمي كان نحتفل به بغرس ومن بيت النخيل حيث نخيل عدنا احنا قيمة كبيرة هي لبيبيت ديال الازتوال ديال الصحراء جوا مجموعة من النساء من إلى ما نقولش أنحاء العالم ليحتفلوا بالمرأة المغربية وبهم كذلك ونتمنى التوفيق الجميع النساء المغربيات الاحتفال بالمرأة المغربية تمتد لقلب الأطلس المتوسط بإقليم خنيفرة نساء مكافحات يستفيدنا من كل البرامج الوطنية للدعم السوسي اعتصادي للمضي قدما وتحسين أوضاعهن فرحانين بزاف جوج فرحات فرحانين باللي هاتشي صوبوه لنا مزيان وتنحمد الله ونشكروه على هاتشي وفرحانين باللي جوعد نوت في كورونا باش يديروا معنا هاد الاحتفال دير عيد المرأة ارتقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية باش تحتافل رفقة النساء ليستفدوا في إطار مشروع تجهيز وتهيئ الموقع السياحي أرقو والذي يتجاوز عددهم 25 مستفيدة في سائر مدن وأقالم المملكة احتفاء بالمرأة المغربية المكافحة المساهمة في مصاري تنمية الوطن اليوم عقدت منظمة النساء الحركيات لقاءا تواصليا بالخميسات موضوعه نساء القرى والجبال المغربية أية عدالة مجالية في المتابعة عمد أمسمير وياسين مرافق اللقاء عرف مشاركة ثل من الخبراء والجمعيات ونساء القرى والجبال المنتظمات في إطار تعاونيات وجمعيات للوقوف على واقع نساء القرى والمناطق النائية وفتح نقاش عمومي وتشاركي حول الأسئلة المرتبطة بالعدالة المجالية والمساواة وإكرهات المجال اخترنا الخميسات لهذه واحدة رمزية معينة لأن اليوم بتركيز بني يكون على المرأة القروية والمرأة الجبلية اللي فعلاً كتعني واحدة الظروف أكثر أكثر قساوة بالمقارنة فالحضور دينا هنا هو استحضر لهذه وضعية لهذه المعاناة اليومية للمرأة في الجبال وفي القرى اللي كتشتغل داخل البيت خارج البيت وانتم مشتوه حتى كنموذج كانوا نساء اللي حاضرات وجيب الأطفال دي لهم فحتى لك نكتب لها أن تحضر واحد اللي قاسيتي من هذا الحجم فما كتلقاش تنيغريش دياله الدر مختلف التدخلات طالبت ببلورة خارطة طريق لدعم دور المرأة في التنمية المجالية والحد من الفوارق على مستوى الولوج للبنيات والخدمات نعتقد أيضا بأنه نحن في وطننا اليوم في حاجة إلى إطلاق نتاق اجتماعي جديد يتأسس على العدل الاجتماعي والعدل المجالي لأنه لا عدل اجتماعي بدون عدلة مجالية بما يمكنه من الرفع من الانتاجية وخلق طروة وإدماج المرأة في مسلسل الانتاج واختتم اللقاء بإطلاق نداء الخميسات الذي سيعتمده حزب الحركة الشعبية في وثقته السياسية والذي يعتبر خارطة طريق لدعم المرأة في التنمية المجالية في إطار الحد من الفوارق والتفاوتات المجالية إلى نيويورك حيث قدم سفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة سيد عمر هلال اليوم المحاور الرئيسية لإعلان الرباط الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مجموعة البلدان متوسطة الدخل شهر فبراير الماضي وفي هذا المؤتمر كان المغرب قد أطلق تفكيرا جماعيا بشأن حلول ملموسة وعملية بهدف إعادة تنظيم التعاون في مجال التنمية مع جميع البلدان متوسطة الدخل وفيما بينها بهدف الاستجابة لانتظاراتها وحاجيتها فضلا عن التحديات التي تواجهها اليوم انعقد الاجتماع الثامن وثلاثون للجنة المديرة لمبادرة خمسة زائد خمسة دفاع في مدريد بمشاركة المغرب وفي برنامجه تتبع أنشطة التعاون العسكري المدرجة في مخطط العمل لهذا العام وإطلاق برمجة مخطط العمل للعام المقبل ورصد إجراءات الهيئات الجامعية المرتبطة بالمبادرة ثمانون سبعون شهيدا ينضفون إلى قائمة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لتقارب حصيلة واحدا وثلاثين ألف قتيل وضع أمني مترد تزيد من شدة أزمة إنسانية خانقة ومساعدات جديدة إلى القطاع هذه المرة عبر البحر أكدت اليوم رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة أن الحرب على غزة حطمت كل معاني الإنسانية داعية إلى وقف الأعمال العدائية وإطلاق صراح الرهائن والسماح بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين وترى الأمم المتحدة التي تحذر من مجاعة واسعة شبح حتمية في غزة أن عمليات إلقاء المساعدات من الجو وإرسال المساعدات عن طريق البحر لا يمكن أن تحل محل الطريق البري وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن على رئيس الوزراء الإسرائيلي السماح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة إسرائيل ماضية في تنفيذ مخططها في غزة غير آبهة بالنداءات الدولية وقصفت اليوم غزة مما أدى إلى سقوط العشرات من الضحايا الوضع الإنساني الكارثي دفع العديد من الدول العربية والغربية إلى تنفيذ عمليات جديدة لإلقاء مواد غدائية ومستلزمات طبية من الجو وتستعد سفينة محملة بالمساعدات الإنسانية للإنطلاق من قبرص إلى غزة عبر ممر بحري تأمل المفوضية الأوروبية فتحه في أقرب وقت وفي ظل استمرار الحرب وويلاتها وأزبة إنسانية ومجاعة تهدد الساكنة استعد الشعب الفلسطيني لاستقبال شهر رمضان المبارك والأجواء ترصدها مراسلة صبحي أبو سيد أيام معدودة ويحل شهر رمضان المبارك على الأمة الإسلامية وشعلة الأمل والفرح حاضرة على أرصفة قطاع غزة المدمر رغم الأجواء القاتمة والدمار والضحايا التي تحيط بالشعب الفلسطيني الذي بدوره يصر على بث الفرح والسعادة للكبير والصغير بحلول شهر رمضان المبارك وذلك عبر تزين الأرصفة والشوارع والمحال بفوانيس زينة رمضان المبارك التي تعتبر من أهم المظاهر لهذا الشهر الفضيل في الأمة العربية والإسلامية ناس على الحال اللي هم فيه طبعا من بداية الحرب تشتت الشعب الفلسطيني من كافة مناطق قطاع غزة نزحت بفلوسها وفي ناس نزحت ما معها أي شي وحيستقبلوا رمضان يعني بمواقف صعبة حتكون عليهم في رمضان والناس الموجودين هنا كلهم فيش شغل الحرب من تعارف ضمار لا مية ولا كهرباء ولا شغل ولا حاجة فالناس ميتان من ديابة بيع التموين تباحها عشان تصرف ما فيش بصاري ودع رمضان صعب جدا عن الناس كلها فبأي حال سوف تأتي يا شهر القرآن هذا هو حال لسان الشعب الفلسطيني بسبب ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وتدمير وإغلاق لكافة المعاذر ما يجعل التجهيز لقدوم شهر رمضان شبه مستحيل لافتقاد الأسواق من المواد الغذائية والأساسية ونقص في المياه الصالحة للشرب والنزوح بالخيام التي تفتقد إلى أدنى مقومات الحياة الله إحنا أملنا أملنا الوحيد هو يقف الحرب لأنه إذا وقف الحرب الحياة ترجع طبيعية إحنا ورمضان واحد يعني هلقيته في رمضان نفس الإشي صايمين صايمين ما من نقول إش يعني نصحنا الواحد إيش أقول لك إيش ما ييجي منك أقول لك المسبعش ولا العظيم تبقى الأيام القليلة القادمة قبل حلول شهر رمضان هي المفصل الرئيسي لدى الشعب الفلسطيني والعالمي أجمع إما بالإعلان عن وقف لإطلاق النار أو استمرار هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من 150 يوما للقناة الأولى صبح عبد زيد فلسطين قبيل شهر رمضان المبارك تقبل العديد من السيدات على اقتناء المواد الغذائية وتخزينها إلى حين استعمالها خلال الشهر الفضيل ونتوقف عند طرق التخزين ومدى احترامها لشروط السلامة الصحية في الريبرتاج فردوس الحرش والمديش طيبي أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم لا حديث في أسواق العاصمة إلا عن الاستعدادات للشهر الفضيل جزء من النقاشات يرتبط بطبيعة الأغذية والأطعامات الممكن تخزينها وتجميدها استعدادا لشهر الصيام الخضر اللي كان ناخده هذا بس دا رمضاني إن شاء الله هي مطيشة مطيشة الربع الفلفلاء الحواج اللي كان نصلحوهم غالبا التلاجة الكنجيلاتور المواد اللي كان نحتاجها الرمضان كان ناخد لأسوس المطيشة كان ديرتها تقصص دومات أزمرهم مع الدنوس كان نغسلوه كان نشفوه كان ديروا فليسات الشي باش احتيلا جيتنا حدك شي واجديندي ماليكة سيدة تشتغل بالنهار وبحكم عملها تضطر قبل شهر رمضان إلى تخزين الخضر وبعض المنتجات الغذائية في المجمد المنزلي بطريقتها الخاصة تلافف مقتنياتها في أكياس مخصصة لهذا الغرض قبل أن تضعها بإحكام في المجمد حفاظا عليها قبل الاستعمال في شهر رمضان كان تقدح ويجات الرمضان كان وجدهم باش مني يجي رمضان ما لقاش ديك الأتمينة غالية ولقى الحاجة مني في الدار كان نغسلها ونستقطرها وكان ديره في الفريق ومني كان بها كنلقاها مزيانة دابا الأتمينة حداتها مزيانة مناسبة تختلف طرق التخزين وأدواته لكن يبقى السؤال المطروح هل تفقد المواد المخزنة قيمتها الغذائية بعد التخزين سؤال يجيبنا عنه أهل الاختصاص هذه الطريقة تجميل الخضر لا يوجد مشكل كبير ولكن بشرط أن هذه الدار في طرف كتراعي السلامة الصحية مثلا بعض الخضر يجبنا ضروري لكننا نجمدها يجبنا نغسلها مزيان نعقمها ومطيبها أعاد نخزنوها أو لا نجمدوها هذه من جهة من جهة تانية هي أن كان بعض الأمور التي لا تتخزن في حد الفواكه هي استحسن أننا ما نجمدوهاش ما نطحنوهاش ما نطيبوهاش وما نجمدوه رخصتها تكل فيعني طازجة هي إجراءات وتوجيهات لضمان شروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمستهلك مدعو للاحتياط أولا والاستعلام ثانيا عن الطرق السليمة لتخزين هذه المواد دون أن تفقد قيمتها الغذائية استجابة للطلب المتزايد على الأسماك في رمضان تقدم مبادرة الحوت بثمن معقول عرضا وفيرا من الأسماك المجمدة بأثمنة تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن من نقطة البيع بتمسنا روبرتاج فردوس الحرش ومحمد تونينا وحنان شمرح السمك واحد من بين الأطباق المحببة لعديدين على مائدة الإفطار في رمضان نقطة البيع هذه بتمسنا تقدم عرضا وفيرا من السمك بأثمنة معقولة تتماشى والقدرة الشرائية للمواطن استعدادا لاستقبال شهر الفضيل في رمضان بحيث أنه يتم الإقبال المتزايد يكون على الأسماك أسماك جودة عالية وأتمينة وهي جد مناسبة والمبادرة ما بين الشمال والجنوب دي المملكة وما بين الغرب والشرق ديالها سنحاول نغطيه ما أمكن دي النقط وسيكون مشاركة وسيكون مشاركة دي البعض أسواق الممتزة في هذه المبادرة في شهر رمضان المبارك يكون طلب كبير على السماك في الموائد المغربية ولكن يكون العرض قليل على حسب البواخر لما يكون خارجين في رمضان وإن شاء الله يكون الأتمينة جد مناسبة بين 17 درام حتى 65 على حسب النقطة لأي مكان عبر 23 مدينة وإقليم وفيما يزيد عن 600 نقطة للبيع توفر مبادرة للحوت بثمن مقول أسماكا من شتى الأنواع والأصناف تلبي الطلب المتزيد عليها في الشهر الفضيل مبادرة تلقي استحسان المستهلك في دورتها الخامسة الحمد لله نحن في الجارية المغربية هناك يتواجدوا الأسماك بجميع الأنواع بجميع أصناف وبثمن يتمكن منه المواطن البسيط ليس شيئا لغالية كما تشوف هناك كل شيء الناس بساطة والحمد لله نحن في 15 درهم 20 الروبيو 25 درهم 50 درهم المئة 60 درهم 30 درهم أسماك مجمدة خضاعة لشروط السلامة الصحية اختيار تجده عديد العوائل المغربية مناسبا لإعداد وجبات شهية تقدم على مائدة الإفطار بأصيلة أعطيت انطلاقة خدمات 27 مركزا صحيا حضريا وقارويا بجهة طنجة طوان الحسيمة جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية لمواكبة ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية أبنجيد حلاوي وسعيد نجح التعليمات الملكية السامية من أجل الاهتمام عن قرب صحة المواطنين يتم تنزيلها بكيفية متسارعة المركز الصحي الحضري برج بطيب من المستوى الأول بأصيلة واحد من 27 مركزا صحيا تشرع في تقديم خدماتها بجهة طنجة طوان الحسيمة أولا كنت تكون فحوصات طبية يكون فيها صحة دي الأم بجميع المرامج التي تتعلق بها بصحة دي الأم كتكون صحة دي الأطفل وفي نفس الوقت كنت بعد التجهيزات طبية مثل فحوصة طبية خاصة بالجهاز الفحص بالصادة والجهاز تخطيب بالقلب افتتح بطنجة أصيلة ستة مراكز صحية وبإقليم الحسيمة ثمانية مراكز صحية وبتطوان والمضيق وفي نيدق ثلاثة مراكز صاحب جلال المعطة المصادقة دي الألو على الإصلاح دي المنظمة ركز على بحض الأمور كنت ربعا دي الدعمات ركز على الرقمانة تأهيل وكذلك الموارد البشرية في صلب الموضوع الموارد البشرية اللي اليوم كتخدم في واحد ظروف جد مريحة واللي عندها جميع الأجهزة باش يمكن لها تقدم أحسن الخدمات واللي مفيد من هذه الشيادة كامل وأن هذا النظام المعلوماتي كي يربط جميع المؤسسات الصحية بإقليم شفشاون افتتح ثلاثة مراكز صحية ومركز لتشخيص وعلاج الأمراض التنفسية على غرار الحسيمة والعرائش التي رأى النور بها مستوصفان قرويان وثلاثة مراكز صحية تمكنت عناصر مصلحة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مساء أمس من توقيف مواطن فرنسي يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات الفرنسية في قضايا مرتبطة بالتكوين شبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني لأنه تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية قبل عرضه المشتبه به جاءت تتويجا لعلاقات التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني والشرطة الوطنية الفرنسية وذلك في إطار آليات التعاون الدولي في المجال الأمنية واللحظة إطلالتنا الثقافية لهذه النشرة معك عبد الرحيم الشيخي مساء الخير عبد الرحيم مساء الخير رضا ماذا تقترح علينا اليوم؟ البداية من مصرح محمد الخامس حيث احتضر مساء أمس الجمعة حفل تتويج الفائزات بالنسخة الثالثة من جائزة مبدعات التي تنظمها سنويا وزارة الشباب والثقافة والتواصل تخديدا لليوم العالمي للمرأة التفاصيل مع فردوس الحرش وعمر إيث عيسى إبداعون بنون النسوة تكريمات بصيغة المؤنث محطة عرفان وتقدير لنساء خضن غمار الفنون الحادثة كالعزف على آلة الموسيقية التعبير الجسدي واسلام راب شكراً بزاف للوزارة تقافة اللي اعطتنا هاد الفرصة في مصابقة مبدعات هي مصابقة اللي كان نفتخروا بها احنا انها كينا عندنا في بلادنا لانها كتصلت على الفتاة او المرأة المغربية فهذا بحداتها حاجزوين بزاف الحفل تخللته وصالات موسيقية الفردية ادها كل من دونبيك ومهدي كاليب اضافة الى عروض جمعت بين العزف والتعبير الجسدي واسلام من اداء الفنانات البتواجات وفرقهم انا فرحانة بالذب اليوم اليوم العالم المرأة فرحانة بالتسكريم من القطاع ديالي هو قطاع قطاع الشباب من هذا المنبر انا كنشكر صاحب جل نصره الله لعطي حق المرأة تفاق ليس لشخصي وانما لجميع زميلاتي وصديقاتي بقطاع تواصل واقول لجميع النساء المغرب دمتنا متقلقات وناجحات في صنف سلام راب كانت تتويج من نصيب احلام عمراني علوي فيما احتلت لمياء الشيخ المركز الاول في صنف التعبير الجسدي وعادت المرتبة الاولى لحبيبا رياحي في صنف العزف على الالة الموسيقية وبجامعة الاخوين بإفران انطلاق برنامج اكاديمي للتعريف بالهوية والثقافة المغربية من خلال استضافة فرق النسائية قدمت عروضا فنية متنوعة نوال الكوراري احمد الفاضلي وعبد الالشاب الفن ظاهرة انسانية وهو اكثر مظاهر الثقافة انتشارا وشيوعا في المجتمع اجناس وطبوع وإقاعات ولكن ايضا اشعار وقصائد ولباس جسر لنقل الافكار والمعاني والمشاعر وانعكاس للتنوع والتعدد فالفن مصدر فريد للتعبير عن الثقافة الانسانية نعمان الحلو يدير هنا بجامعة الاخوين ضمن سلسلة من الدروس درسا تفاعليا ضم مجموعات فنية النسائية في فن الانشادي والسماع والإيقاعات الأمازيغية فعبر العصور كانت المرأة المغربية ناقلا وفيا لنبض الثقافة والهوية المغربية هدرنا على شنو هو التاريخ النساء ديالفرق النسائية في المغرب ودوزنا ثلاثة النماذيش كانوا حاضرين معنا المعلمات من مكناس الحضرات شوونية كانت معنا رحم البقاء اللي مش فساون والرقصة ديالسوس كانت معنا تحيحيت هذو دروس يمتحنون فيهم الطلبة والتلاميذ في جامعة الأخوين وحدة من خمس دروس الهدف هو أنه طلبة ديالأخوين اللي غايتخرجوا غايتوضفوا غاديمشوا البقاء العالم غاديكونوا السفراء ديال هاد الفن النبيل المغرب طورت من التعريف بالهوية المغربية في المفهوم ديالي وأنني كنت كل مرة كنحضر هذا الماستر كلاس كان كتشف بلي أن الموسيقى المغربية ديالنا هي مش فقط عبارة عن كلمات لا معنى لها إنما هي كانت كلمات نتجت عن قصص قصص قديمة لأشخاص مغريبيين وتوراة مغربية الهوية ديالنا الجماعية كمغاربة هي خصها أننا نركز عليها بززاف حيث هي اللي كتميزنا على باقي الشعوب العالم وهي اللي كتخلينا نعرفوش كنحنا هي خصنا أننا نعرفوها وبطريقة ديال الفن هي وحدة من أحسن الطرق بش أننا نتعرفو على التاريخ ديالنا ونتعرفو على التورات ديالنا الموسيقى المغربية مع أنها مختلفة عن الموسيقى المصرية بس أنها جميلة أوي وأن الموسيقى المغربية يعني الدور بتاع النساء في الموسيقى دور كبير جدا مش بيغنوا بس أو بيرقصوا بس بيعملوا حاجات أكتر من كتاب كتير والماستر كلاس صف تعليمي يمنح للمتعلمين خبرة معينة في تخصصات غالبا ما تنتمي لمجالة فنية عن طريق تطوير المهارات ندرنا البرنامج مع أستاذ نومان الحلو بش نعرفو طلب جامعة الأخوين بالقوة بالتقافة المغربية عبر الموسيقى يعني كشفوا جميع أنواع الموسيقى المغربية كيفهموا الطاريخ كيفهموا القيمة التقافية ديلها واللباس ديلها واللغة ديلها المختلفة وبالإضافة إلى البرنامج الأكاديمي لجامعة الأخوين بإفران تركز هذه المؤسسة الجامعية على أحدث الوسائل البيداغوجية في تطوير المهارات وتطوير شخصية الطلبة من خلال ترسيخ القيم الوطنية والهويتية والثقافة المغربية في أبعادها المختلفة وعائشة البصر كتبة وشاعرة حلقت في سماء الإبداع حصلت على عدة جوائز أدبية كجائزة أفضل رواية عربية عن روايتها الحياة من دوني تهتم في عالمها الإبداع بقضايا المرأة والفعالات وهواجيسها ويشكل الأدب بالنسبة لها نافذة تعبر من خلالها عن رؤيتها للعالم إيمانس لوي يسير المعزي وأسماء تقصدين أخوان فهو رجل طيب في داخله يلزم كل حفر عميقا كي تكتشفيه علقت بيبا بمراضة من المؤسف أن تنظر المرأة إلى نفسها من خلال رجل معطوب نفسيا في عالمها رواي تنسج خيوط الحكايات مرسعة مشوقة يرتب القرئ أحدثها كقطع بوزل كل الحكاية لا تنتهي مدامت قابلة أن تروى بعد رواياتها ليالي الحرير حفيدات جريتا غاربو الحياة من دوني كجثة في رواية بوليسية تحتفي بإصدارها روائي الجديد في معرض القاهرة الدولي للكتاب لتشارك القراء عملا أدبيا يمتح من شخصية أسطورية أدبية هي شخصية دونجوان رواية رجل اسمه الرغبة ليستهل السرد خوان رودريغو أميا شخصية توجد في عدد من أعمالها الروائية هذه الشخصية ظهرت في أول مرة وولدت في مصرحية ماجينشبيليا تيرسو ديمولينا المصرحي هو الذي خلق الأب البيولوجي لهذه الشخصية فيما بعد تنقلت تحولت أو تنقلت هذه الشخصية إلى بين بين التقافات متعددة وكتاب متعدين كبار كتبوا عن هذه وتناول هذه الشخصية مثلا موليير شيكسبير مارك فريش بريخت وأظن آخر آخر من تناول هذه الشخصية هو بيتر هانك في روايته دونخوان يتحدث عن نفسه بهذا المعنى لأن هذه الرواية كانت استضافة لهذه الشخصية للأدب المغربي أو ربما للأدب العربي اشتغالها على القصة بفنية لتطوع شخصية الدونجوان كما أرادت وعبر السرد تفكك الأحداث وتعيد بناءها على طريقتها الخاصة لتحاكي تمثلات أخرى وتناقش قضايا مركبة في لحظة ما هذا الدونخوان سيفقد جزء من الدكرة ديالو هذا قراءة أخرى وأن فقدان دونخوان للدكرة أو جزء من الدكرة ديالو هو يكاد يكون أو يقترب من فقدان إلى خلل في الدكرة الإنسانية ويمكن أن نقول بأنها فقدان للدكرة البشرية والدكرة الإنسانية جزء من الدكرة البشرية أصبح الآن مفقود وبل أصبح هناك السرديات جديدة يعني اختراع تاريخ آخر وسرديات جديدة التي أصبحت الآن هي المعتمدة وتبقى المرأة من المواضيع التي تحضر بكثافة في مشروعها الروائي والأدبي كتابة بالنسبة لي أنا هي الحياة الثانية افتراضية يعني أنا في الكتابة أعيش حيوات كثيرة ربما حاولت أن أمطط حياتي بهذه الحيوات وبهذه الشخصيات توفي أمس المطرب عبد الشريف إثر وعكة صحية ألمت به واشتهر الراحل بأدائه أعمال لكبار المطربين الكلاسيكين العرب على رأسهم عبد الحليم حافظ وأم كلثوم وعرف نجاحا واسعا خارج المغرب بإحيائه صهارات غنائية على مصرح دار الأوبرا المصرية ورق عن هذا الفنان الكبير مع نوال البورري وعادي المعروف أمس الجمعة أسدل الستار على مسيرة فنية مقتادرة قامة كبيرة في الفن الأصيل عبد الشريف ينتقل لجوار ربه بمدينة الدار البيضاء إثر تعرضه لأزمة قلبية حادة لأول مرة في تاريخه الفني العريق يخلف وعده مع جمهور واسع كان ينتظره لمتابعة صهرة فنية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة لكن الراحل غادر دون الوداع الأخير لمحبه عرف عبد الشريف بالفن الطربي الأصيل حيث أحيى أغاني خالدة أبرزها أعمال عبد الحليم حافظ وأم كالثوم كسب شعبية واسعة خارج المغرب بعد تألقه في الغناء على مسرح دار الأوبرا المصرية حيث لقبه الجمهور المشرقي بالعندليب الجديد وينتمى الرحل لعائلة فنية عريقة فهو ابن شقيق الفنان عبد الوهاب أغومي أحد رواد المدرسة الكلاسيكية ويتميز أسلوب عبد الشريف الغناء بتأثره الشديد بالعديد من المدارس الطرابية التي تتطلب إتقاناً ومهارة في الأداء بدءاً بمدرسة عبد الحليم حافظ إلى شاغ الأزنفوه مروراً بسليم الهلالي وهو النوع الذي أتقنه الراحل مقدماً لجمهوره في جل حفلاته المباشرة رحلة العودة إلى العصر الذهبي للزمن الفني الجميل أصدر الشريف العديد من الألبومات الناجحة وقام بجوالات في جميع أنحاء العالم العربي وحصل على العديد من الجوائز خلال مسيرته الفنية لما في ذلك جائزة أفضل مطرب عربي سنة 2012 وهو يعتبر أحد أكثر الفنانين العرب شعبية واحترامة وأنعى العديد من الفنانين داخل المغرب وخارجه عبد الشريف وعبروا عن حزنهم الشديد على رحيله وأكدين على أنه كان من أهم الأصوات العربية في العصر الحديث رحم الله عبد الشريف وألهم ذويه وأهله الصبر والسلوان وإن لله وإن إليه راجعون رحم الله الفقيد إن لله وإن إليه راجعون هكذا تنتهي الصفحة الثقافية وأعود إليك رضا شكرا لك عبد الرحيم نلقاك في موعد الثقافي مقبل بإذن الله بإذن الله إذاعة تطوان تحتفي بالذكرى الأربعين لانطلاقها ببرمجة متنوعة أربعة عقود من العمل الإذاعي تتطلع إلى المستقبل خدمة لإعلام القرب على الصعيد الجهوي والوطني روبرتاج فلنشاكل العلوي عبد علي جنوني هنا إذاعة تطوان ووقفة بطعم الذكريات في احتفالية خاصة بمرور أربعة عقود من البث الأثيري الذي ينفتح على عموم المستمعين بعنوان التنوع وإعلام قرب من المواطنين ينقل انشغالاتهم ويناقش مواضيع تختلف لتلامس جل المجالات من 6 مارس 1984 إلى 6 مارس 2024 تكون إذاعة تطوان قد أقفلت أربعين سنة من عمرها أربعين سنة كانت حافلة بالعطاء والعمل الجاد أربعين سنة من التواصل الدائم والمستمر بين تاقم إذاعة تطوان وأجيال من مستمعها الأوفياء مرور أربعين سنة على انطلاق بث إذاعة تطوان الجهوية أربعة عقود أعتقد من العمل الجاد من الإعلام الجاد من الإعلام الذي يقدم المواطن ويجعل المعلومة دائما مواكبة لها أربعون سنة من العطاء الأثيري لإداعة تطوان الذي انطلق منذ مارس 84 تسعمائة وألف ليصدح صوت الرحل الإعلامية أميم الوزاني حميد الميل خديجة أغدر بالأمازيغية ردوان حميدة وغيرهم ويستمر المشوار مع جيل عطاؤه مستمر عبر الميكروفون في سبيل إعلام مهني قريب من المستمعين الدكرة الأربعين لتأسيس إداعة تطوان الجهوية الإداعة التاريخية العتيدة التي مر منها يعني مجموعة من الأسماء الكبار من الإعلاميين والإعلاميات فنحن نستحضر يعني كل الجهود التي بودلت والتي ما زالت تبدل وستبدل دائما من أجل إعلام جهوي هادف فهي مناسبة ومحطة باش نوقف عند مختلف إيجازات لحقتها هذه المحطة هذه على الساحة الإعلامية بجهة تانجة تطوان حسيمة كذلك هي مناسبة باش نستحضروا مختلف الأصوات إداعية اللي مرت في هذه المحطة وإذاعة تطوان لذكرها الأربعين يبصم على مصار إعلامي حافل بالعطاءات بفضل إعلاميات وإعلاميين وتقنيين وإداريين هم إلى قلوب المستمعين أقرب عبر بث إداعي يتواصل للعب دورهما بين إخبار متعة وفائدة على الصعيد المحلي الجهوي وكذا الوطني مشاهد لا تخلو من الفكاهة والفرجة تتابعونها في سلسلات كوميدية ضمن برمجة غنية خلال شهر رمضان على شاشة القناة الأولى أحداث درامية في قوالب كوميدية وقضايا اجتماعية مختلفة تغوص فيها هذه السلسلات الفكاهية برمجة قوامها الدراما في قوالب كوميدية تتابعونها على شاشة القناة الأولى سلسلة أجهادة كوميدية شعبية تحاكي الحياة اليومية للأسر المغربية ضمن مشاهد فكاهية تنزع عنها سبغتها الدرامية تحتفي هذه السلسلة بالقيم العائلية والتقاليد المغربية تبت مساء كل يوم على الساعة السابعة والدقيقة العشرة الفاميلة كوميديا اجتماعية تدور أحداثها حول أم لطفلين تجابه صعوبات الحياة وتكافح من أجل أسرتها لكن منزلها مهدد بالانهيار فتبحث عن سكن اللائق تبت هذه السلسلة الكوميدية يوميا على الساعة السادسة مساء أولاد إزا سلسلة كوميدية تحكي مغامرات يزا الأرملة التي كرست حياتها لتربية ابنها لكن نمط حياتها الهادئ سيتغير بعد عودة ابنها الثاني وزوجته إلى القرية اختلاف التقافات يطفي طبعا كوميديا على الأحداث تبت هذه السلسلة كل مساء على الساعة السادسة والدقيقة الخمسة مشاهد لا تخلو من المرح مع الكثير من الصخرية من متاعب الحياة تتابعونها في هذه السلسلة وهذه السلسلة المغربية لرسوم المتحركة تلاتية الأبعاد ستجذب الصغار كما الكبار مشاهد مرحة مستوحات من أفضل أفلام الرسوم تقنية تلاتية الأبعاد تطفي بعدا واقعيا على السلسلة التي تمثل سابقة في الانتاج الفني المغربي وخلال الشهر الفضيل ستغير موعد النشرة الإخبارية على الأولى الأخبار بالفرنسية والإسبانية الواحدة زوالا الأخبار بالعربية والأمازيغية الثالثة والنسبة بعد الزوال الأخبار الرئيسية التاسعة والنصف مساء والأخبار الأخيرة حوالي منتصف الليل وثلاثين دقيقة وتعلن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أن موقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ستتغير خلال شهر رمضان المبارك وذلك باعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا للساعة الثالثة بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة وستمنح للموظفين والأعوان التسيلات الكافية لتبكينهم من أداء صلاة الجمعة وعند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأحد سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة وسيتم بعد نهاية شهر رمضان إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة ثاني صباحا من يوم الأحد رابع عشر أبريل تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى السادة القضاء ومنذوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال الشهر رمضان المعظم ستكون مساء يوم الأحد تاسع وعشرين شعبان راجية منهم أن يخبروها بثبوت أو عدم ثبوت رأيث الهلال وذلك عبر أرقام الهاتف الظاهرة على الشاشة إلى تذكير بالعناوين تساقطات مطرية هم تشهدها عدد من مناطق المملكة أعلاها سجل بكل من طنجة وشفشاون والمديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع استمرار التقص المطير إلى غاية الغد مع تساقط الثلوج بمرتفعات الأطلسين المتوسط والكبير بالأرقام المندوبية السامية للتخطيط تثير إشكالية التفاوتات الأجارية بين النساء ورجال في المجالين الحضر والقروي نسبة النساء تمثل أزيد من 32% من مجموعة الأجراء بالوسط الحضرية وبجامعة الأخوين بإفران انتلاقوا البرنامج الأكاديمي للتعريف بالهوية والثقافة المغربية في الأوساط الجامعية استكشاف لنبضات إبداعا يمتح من الأصالة رمضان على الأولى انتاجات كوميدية تجمع بين الإثارة والتشويق بمشاركة نجوم سينما المغربية أحداث درامية في قوالب كوميدية وقضايا اجتماعية مختلفة ترجمة نانسي قنقر